اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والسفير الفرنسي ايريك شوفالي على التعاون في مختلف التحديات البيئية جاء ذلك خلال استقبال وزير البيئة المهندس نزار اميدي السفير الفرنسي بمقر الوزارة وبحثاء العلاقات الثنائية المتينة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وتأكيد على التعاون في مختلف التحديات البيئية من جهته اكد السفير ايريك شوفالي حرص بلاده على امن واستقرار العراق وسلامة شعبه ودعم التحديات التي تواجه العراق في المستقبل ومنها حالة التصحر وخطولة الانسدادات المائية وتقليل من الحصة المائية وخاصة من الانهر التي تكون منابعها من خارج الحدود اكد وزير البيئة المهندس نزار اميدي ان العراق يحتل مرتبة متقدمة محليا ودوليا في الرقابة الاشعاعية بعد اكتمال منظومة الانذار المبكر والرصد البيئية جاء ذلك خلال جولة العمل الميداني التي زار فيها وزير البيئة مركز الوقاية من الاشعاع بحضور الوكيل الاداري دكتور كاميران علي حسن وعدد من المدراء العامين وتم تقديمه شرح مفصل عن الامكانيات والتقنيات والمختبرات المتطورة التي يستخدمها المركز في رصدي ومراقبة انواع التلوث الاشعاعي كافة وزير البيئة اكد على ضرورة تعظيم البنى التحتية للمركز والسيطرة على الرقابة الاشعاعية الدقيقة لكل الانشطة المحلية وضمان سلامة العاملين في هذا القطاع وتوفير كل وسائل الوعي والوقاية له منوها الى عزم الحكومة والوزارة اعلان العراق خالي من التلوث الاشعاعي وعلى صعيد اخر ترأس وزير البيئة المهندس نزار اميدي اجتماع مجلس ادارة صندوق حماية وتحسين البيئة والذي بحث مجموعة من المشاريع التي تسهم في تحسين الجانب البيئي واهمية تعزيز الوعي لدى الجميع وتعظيم موارد الصندوق لاجل ان يكون داعم رئيسي لدوائر البيئة في تنفيذ مهامها المطلوبة دعم الطاقة وتقليل الانبعاثات وتحقيق اهداف التنمية المستدامة اهم المحاورة التي تناولتها ورش العمل التي اقيمت في دائرة التدريب وبخوط الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء ضمن المبادرة اكيد الوطنية لدعم الطاقة وتقليل الانبعاثات وهذا كان بحضور ممثلي الجهاز المعنية تفاصيل اكثر سنتعرف عليها سويا في التقصير الاتري بالتعاون مع وزارة الداخلية واللجنة الولمبية العراقية نظمت وزارة الكهرباء دائرة التدريب وبخوط الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء ورش عمل وندوات لدعم المبادرة الوطنية للطاقة والمياه وتقليل الانبعاثات بحضور ممثلي فريق ايزو طاقة وفريقي التوعية والاعلام الوطنية مثل هكذا ورش عمل ودورات وجلسات حوارية وندوات تتقيفية بتأكيد تعزز من مبهوم التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة سواء على مستوى الاعلام أو غير الاعلام وبالتالي ما هي إلا فرص للقاء بالاعلام الحكومي لخلق رؤية واضحة اعلامية حكومية قادرة على مخاطبة الجمهور المستهدف بالشكل الذي يليق ويسهم في تعزيز ثقة الجمهور المستهدف في المؤسسة الحكومية واليوم تواجدنا هنا في هذه القاعمة هو إلا رسالة واضحة على أن تميع الاعلام الحكومي هو يصبح في مخرج واحد وهو مخرج نشاطات وعرض نشاطات وكفاءات التي تعمل عليها الدولة برمتها والحكومة بشكل خاص الحفاظ على البيئة من الانبعاثات والملوثات وأهمية تفعيل الدور التوعوي والإعلامي الذي يعد أحد متطلبات المبادرة الوطنية للطاقة والمياه وتقديل الانبعاثات ودعم توجه الدولة نحو سياسات الاقتصاد الأخضر المستدهم أهم ما تناولته الورشة ضمن تنفيذ خطة الوزارة لآيزو الطاقة على الطريق الذي تعهد بإقامة الندوات والدورات ترقيفية لنشر دوع البيئي بين مختلف شراح للمجتمع لتغيير استخدامات الطاقة من الطاقة السبية للطاقة الإيجابية وهي الطاقة الصديقة للبيئة اليوم كان هناك ندور في مركز البحث التطوير لتابع الوزارة في كاربا ندوة تراوية حول موضوع العمل الجماعي لإنجاح أي مشروع وأي عمل يجب أن يكون هناك تضافة الجهود للوصول إلى الأهداف المنشودة مثل هذه المشاريع التي تقوم بها الوزارة اليوم كانت الندوة موسعة وكانت نقاشات واسعة حول هذا الموضوع لتشكيل فرق عمل ناجحة تصبح في خدمة المواطن وتحسين الواقع في داخل ويرسم فريق المبادرة الوطنية الخطوات الرئيسية والرؤية والسياسة القادمة لمستقبل الطاقة في العراق والتشجيع على استخدام تطبيقات الطاقة المتجددة في جميع القطاعات وتشجيع القطاع الخاصة للمشاركة في مشاريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر المستدام انظر يا عم علاء الدين أرى دجلة قد شح وقل زراقه ونقوته نعم سندبادة هذا بسبب التجاوزات التي تطال دجلة وباقي الأنهار والنتجة من رمي النفاية والأنقاض من الأنشطة الصناعية ماذا تعني بالأنشطة الصناعية؟ الأنشطة البلدية والنفطية والصحية والكهرباء ومنشآت القطاع الخاصة كلها عليها مراعاة عدم رمي نفايتها في مصادر المياه وماذا على المواطن من مخالفات؟ بعض المواطنين يرمون مختلف الأنقاض والنفايات والحيوانات النافقة والمخيف أكثر أقفاص الأسماك التي يزيد عددها عن المعقول كلها تسبب مشاكل تلوث تطال دجلة والفرات لا بد للوزارات المعنية أن تهتم بهذه الأنشطة ومراعاة الحفاظ على سلام الدجلة والفرات لا تنسى ولدي سندباد أن هدر المياه بات مشكة كبيرة لا بد بد للمعنيين في شأن التوعية حثوا المواطنين بعدم الهدر بمياه الشربة لأنه سيهدر الأموال ويزيد من كميات مياه الصرف الصحية الغير معالجة وبذلك سيزداد التلوث على مصادر المياه جميل جدا هذه الإذاعات المتنقلة وأشراك وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في حملات التوعية العراقيون معروفون بغيرتهم وشهامتهم وحبهم لوطنهم ولا بد لبلد الحضارات العراق أن ينفض هبار الماضي ويتألق أكثر وأكثر مثل ما كان في كل العصور مبادرات شخصية وجهود ذاتية ترجمت على أرض الواقع لتعيد صور الأزهار لإحياء المدينة القديمة في الموصل في مشاثل الأمل والحياة تفاصل أكثر في سياق التقصد آتي فالنتابة خطوة تتبعها خطوات وأمل في حياة أفضل ولأنها مدينتهم وموطن أبائهم وأجدادهم يستعيد أهالي المدينة القديمة في الموصل نشاطهم وصفوا العيشهم الحياة تعود بروح ومحبة وانتماء إلى أحياء المدينة القديمة ليكن طلال محمد ومشدله حمام المنقوشة خير نموذج للتشبث بقادم أجمل وأبهى المشل من أرض أنقاض من أنقاض حولت وإلى المشل بجهود ذاتية وزرعت بي الشتلات وأجار ورود وصار عندي زباين يعني يجوني يراجعوني دائما وثاني شيء يعني أشني أشجع أي مواطن يعني أي واحد يبني له بيت لازم يزرع له بالبيت سجرة يوكال ابتس مثلا أكاسيا أو حمضيات ندعو المواطنين بالاحتذاء بالتجربة التي قام بها المواطن في منطقة حمام المنقوشة بتحويل أرض عبارة عن أنقاض من مخلفات العمليات الحربية وتحويلها إلى مشتل لغرض يعني عاكس صورة لعملية لتشجيع عملية التشجير في محافظة نينوة وتستمر جولة الفريق المشترك من دائرة التوعية والأعلام البيئية ومديرية بيئة نينوة في المدينة القديمة في الموصل ليحط رحاله في منطقة المكاوي ومشت الفارس أبو عمر فلما رجعنا على القديمة رجعنا على بيوتنا فكانت المنطقة يعني أنقاض وتعرفون يعني كانت جثات وأرض سوداء كانت أبوكتها فرجعت يعني كملت بيتي هل لي شيء اللي أقدر عليه فبعدين فكرت أنه هذا الفرع أريد أسويه فرد متنفس فرد شيء خضار حديقة وكذا فقمت بديت بهاي الشغلات يعني هاي الشغلات اللي جبتها يعني هي بسطولة وهاي عادة هاي الشغلات اللي بطولة مال أرسي الحصو فقمت جبت نفتات وقمت أزرع ميل الفرع وصار الفرع بهالشكل هذا مبادرات وجهود ذاتية لنشر ثقافة التشجير وتحويل ما كان خرابا إلى خضرة وأزهر لتترجم مشاعر الحب والأمل إلى أخصان ونباتات وزهور في مدينة تمسكت بالنور بعد الخلاص من ضبابيتي وظلام داعش وعصاباته الإجرامية تلوث المياه يتمثل بدخول مواد ضارة بشكل مباشر أو غير مباشر إلى الانهار والبحار والمحيطات والبحيرات والجداول ومخازن المياه الجوفية كالأباري أو طابقات المياه الجوفية مما يغير من خصائصها الكيميائية أو البيولوجية أو الفيزيائية وينتج تلوث المياه عن القاء نفايات المصانع التي تحتوي على ملوثات كالكبريت والأسبست والنترات والرصاص والزئبق وغيرها من المواد الكيميائية الضارة ووصول مياه الصرف الصحية التي تحمل البكتيريا الضارة واختلاط المواد الكيميائية الناتجة عن عمليات التعدين بالمياه وإلقاء النفايات كالورق والألمنيوم والمطاط والزجاج والبلاستيك أو الطعام في المسطحات المائية بالإضافة إلى تسرب النفط من الناقلات البحرية ووصول الأمطار الحمضية الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري واختلاط المواد الكيميائية التي تنبعث من الأسمدة ومبيدات الآفات مع مياه الأمطار وتدفقها وتسرب مياه الصرف الصحي من الأنابيب واختلاطها بالمياه الجوفية وتراكم الكائنات الحية البحرية التي تموت نتيجة الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة واختلاط مياه الأمطار أو المياه الجوفية مع المواد المتسربة من مدافن القمامة إلى المسطحات المائية أهم الأخبار والفعاليات التي تقوم بها الوزارة في بغداد وبقية المحافظات نتابعها سويا أكيد مع الحقيبة الإخبارية فإلى هناك أجرى فريق من مديرية بيئة كربلاء المقدسة زيارة تفتيشية لبعض العيادات والمراكز الصحية في المحافظة ومنها عيادة السيدة لأشحة الأسنان لإجراء المسخ والكشف الموقعي على جهاز الأشحة الموجود في العيادة لمعرفة مدى التزام العاملين بشروط ومتطلبات الوقاية الإشاعية تبين خلال القراءة الخاصة إنها ضمن الحدود المسموح بها نفذ فريق رقابي من مديرية بيئة صلاح الدين عدة تزيارات لمكاتب بيع مبيدات الأسمدة والمواد الزراعية في قضاء التقريد للإطلاع على الواقع البيئي لهذه المكاتب وآلية بيع المبيدات الزراعية توجيه أصحاب المكاتب بخطورة تداول المبيدات المحضورة في الأسواق والامتناع عن تداولها دون ترخيص وتم خلال الجولات تسجيل أنواع المبيدات المتداولة والمستخدمة في هذه المكاتب من حيث أنواعها وكمياتها وفق الاستمار المعدى لهذا الغرض من قبل الشعبة المختصة أجرت الفرق المختصة في مديرية بيئة ديقار شعبة الوقاية من الإشعاء مسحا شعيا لساحات تجميع حديد المستخدم بمختلف أنواعه من عجلات وغيرها حيث أجرى الفريق المسوحات الإشعاء المتكاملة ويستخدام أجهزة الفحص الإشعاء المحمولة وقد أثبتت نتائج المسوحات عدم وجود أي مؤشرات لتلوث الإشعاء لتجمعات السكراب من الناحية الإشعاء أجرى فريق فني من مديرية بيئة بغداد الكشف البيئي المشترك مع مانة بغداد لغرض استحصال الموافقات البيئية الخاصة بمحطة إنتاج مياه صالحة للزراعة لمشروع الحزام الأخضر الذي تنفذه أمانة بغداد في منطقة الدهن غرب بغداد حيث قام الفريق المشترك بسحب المياه من مبزل السقلاوية المجاورة لمحطة التحلية ثم إلى محطة الضخ الرئيسية ليتم معالجتها للحصول على مياه صالحة للزراعة حسب نظام المحددات الوطنية رقم ثلاثة لسنة ألفين واثنتين عشر قام فريق من مديرية بيئة المثنة بالتعاون مع الأمن الوطني بزيارة إلى مخزن الكلور التابع لمديرية ماء المثنة لمتابعة المتطلبات البيئية والإجراءات القانونية المتخذة بحق مديرية الماء تم خلال جولات التأكيد على ضرورة توفير شروط السلامة والأمان حسب التعليمات والضوابط البيئية الخاصة بخزن مادة الكلور نفذ ترفيرق الفنية في مديرية بيئة الأنبار زيارة ميدانية لعدد من مدارس قضاء عنا لنشر الثقافة البيئية بين شريحة طلبة وتلميذ المدارس وشملت الحملة إلقام جمعة من المحاضرات العلمية حول أهم المفاهيم والمفردات البيئية والتعريف بأهداف التنمية المستدامة فضلا عن ضرورة المحافظة على النظافة العامة وتوفير أدوات التعقيم لا سيما في ظل التحديات البيئية والصحية الأخيرة التي تشهدها البلاد أجرى فرق فني من شعبة البيئة الحضرية في مديرية بيئة بابل زيارة ميدانية لمستشفى الحل الجراحي لغرض متابعة الواقع البيئي تم إبلاغ إدارة المستشفى بضرورة إجراء عملية الصيانة الدورية لأنابيب المخلفات السائلة فرز نفايات الطبية قبل نقلها للمحارق العاملة ضمن القطاعات الصحية لخلق بيئة آمنة خالية من تروث بناء على شكاوى المناطنين وأهل ناحية الإمام حول وجود أكوام للنفايات قرب مرقة سيد شبيب قامت الفرق الرقابية في بيئة المحاويل بإجراء كشف الموقعين على منطقة الصباغية ولوحظ صحة ما ذكر في الشكوى وتم مخاطبة الجهة المعنية لاتخاذ ما يلزم من أجل الحفاظ على بيئة وصحة المواطن وبهذا أحبة المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أرتقيكم الأسبوع المقبل بمهام جديدة وفعاليات جديدة لوزارة البيئة إلى اللقاء